بما أن البودكاست ملعبنا والرياضة متنفسنا قررنا أن ننتج لكم برنامج عن كرة القناة أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست تيكي تاكا كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الفصح المجيد وإن شاء الله ينعاد عليكم وعلى أحبابكم بالصحة والسلامة بحلقة اليوم من البرنامج رح نركز شوي على الكالتشو الإيطالي وعلى السيريا A ورح نناقش أهم المباراة اللي صارت خلال نهاية هذا الأسبوع الماضي واللي بيّن فيها بلشت معالم البطل واللي رح تروح للفريق الأزرق والأسود من مدينة ميلانو حكينا عن نادي الإنتر الإيطالي بس أبل أن نبدأ نحكي عن الدور الإيطالي والسيريا A ولقب السكوديتو لهذا الموسم اسمحولي أرحب بضيفنا لليوم الأستاذ ياسر معادات أهلا وسهلا فيك كابتن ياسر أهلا فيك أخ عبد الله هذا الأسبوع شفنا زخم هائل بكمية المباراة اللي صارت بالدور الإيطالي بحكم أنه كان عطلة عيد الفصح يوم الأحد وبالتالي قرروا الاتحاد الإيطالي أنه كل المباراة تنلعب بيوم واحد يوم السبت وكانت هدية كبيرة من الاتحاد الإيطالي بيوم واحد كل المباراة صحيح يعني هي عادة بإيطاليا عموما باقي دول أوروبا توقع إلعبوا سبت أحد أو حتى أثنين يوم في دور إسباني دور إنجليزي لكن إيطاليا عادتهم أنه حسب ما يجي عيد الفصح بدهم إلعبوا اليوم السابق إلو فعشر مباريات كان فيه سخم هائل وإلى حد ما تضحت هوية لقب البطولة سكوديتو لكن يبقى فيه صراع على مراكز تاهل لدول الأبطال الأوروبي لدول الأوروبي في صراع من أجل اللبوط فيعني التشويق مستمر بالكالتشيو إلى النهاية إن شاء الله حكيت أنت ذكرت عن صراع نحو اللقب شفنا إذا بدنا نبلش من المركز الأول نادي إنتر ميلانو فاز على نادي بولونيا 1-0 بهدف المتقلق روميلو لوكاكو كيف تبعت لنا أنت هذا اللقاء يوم السبت؟ يعني بصراحة إنتر هيمنوا إلى حد ما على المباراة رغم أنها خارج ملعبهم كنا متوقعين أنه سينيسا مهايلوفيتش مدرب بولونيا يحقق مفاجأة لأنه له بالعادة يعني على الأندية الكبيرة يعني كان يحقق نتائج جيدة لكن مع الأسف يعني بما أني أنا مشجع لميلا أقول أنه ما تحقق هذا الشيء وإنتر يبدو أنه يسير بخطة ثابتة نحو اللقب خصوصا أنه يعني إلى حد ما صفه مكتملة في كل الخطوط لا يعاني إصابات وازنة أو تأثير الغيابات للاعبيه بالفترة الحالية وخصوصا مع تألق يعني لاعب على الأقل في كل مركزة نحكي هندانوفيش طبعا موسم كله متألق أشرب حكيمي على اليمين متألق في ظهير الأيمن بخط الوسط يعني إيركسن بدأ يعني يتوهج مع الفريق ولوكاكو لو تارو يعني أفضل ثنائي في إيطاليا بدون منازع حاليا وأهداف لوكاكو بالفترة الأخيرة دائما تكون حاسمة وتأتي بثلاث نقاط لنيرا سوري فأرى إلى حد بعيد أنه فرصة تعثر إنتر في أكثر من مباراة شيء صعب الفارق الآن كبير مع ميلا وحتى إذا عاديو فينتوس أو نابولي أو حتى أتلانتا إذا بقي سلسلة انتصاراته أتوقع صعب أنه أي فريق يلحق بإنتر فترة الحالية وإلى حد بعيد بشوف أنه سكوديتو مضمون للإنتر هل خروج الإنتر من البطولات الأوروبية بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا هذا الموسم هل هاتساعد كتيبة أنتونيو كونتي أنها تحط كامل تركيزها على بطولة السريقة على السكوديتو تمام إلى حد بعيد يعني أرى هذا الشيء خصوصا أنه أنتونيو كونتي تعامل مع دور الأبطال بعصابية أحيانا وأحيانا أخرى بعدم قدرة على قراءة المباريات ضيع أكثر من فرصة رغم أنه يعني مجموعته كانت متقاربة جدا للنقاط فيها حتى المباراة الأخيرة أمام شختار بعدما كان انتصر عامونشنغلاد باخب ألمانيا أتى إلى سان سيرو وتعادل مع شختار رغم أنه الفورز كان يؤهله ما أنه ريال مدريكا نفايزين فهو فوت الفرصة على نفسه لكن ربا ضرت النافع يعني اللي ضيعه بأوروبا لأن يحصل ثماره بإيطاليا تفوق على باقي الفرق اللي بعضها مشغول بالبطولات الأخرى والبعض الآخر يعاني تراجع هائل في المستوى يعني مثالا يوبنتس وميلا مدرب المنتخل البلجيكي روبيرتو مارتينيز حكب قلال الأشهر الماضية حكوا أنه هو بالنسبة له روميلو لوكاكو يعتبر أفضل مهاجم حاليا بالعالم ولما سألوه عن مقارنته مع روبيرت ليفندوفسكي مهاجم البايرن حكو له نعم بالنسبة لي لوكاكو أفضل من ليفندوفسكي وين أنت موقفك بهاي الثنائية يعني بصراحة لوكاكو من أعظم اللاعبين بالعالم حاليا ومن أفضل مهاجمين لكن لا أرى أحد أبدا يعني يقترب ليفندوفسكي حاليا يعني الرجل مسجد 35 هدف وبعدنا يعني ما أنهينا الدوري الألماني وشفنا الموصل الماضي أشي عمله هو أفضل لعب في العالم يعني باختيارات الفيفا وتألقه مستمر يعني لوكاكو أحياني يمر بفترات شك فترات انقطاع يعني لكن ليفندوفسكي دائما متألق يعني بعض يقول أنه دور الألماني أقل تنافسية أو حدة من إيطاليا لكن يعني هاي بارميونخ يوصل أنه هو بطل دور الأبطال أوروبا الأندية الألمانية أحيانا تنافس دور تمت بعد موجود في دور الثمانية بينما إيطاليا يعني خالية الوفاة من دور الأبطال هو روما الحاليا يحمل لواء الكرة الإيطالية في الدور الأوروبي والدور الأوروبي لا يقارن طبعا دور الأبطال فدور الألماني فيه تنفسية عالية وفيه أندية قوية وفيه دفاعات قوية أيضا وفيه تنظيم وفيه رياقة بدنية صحيح التكتيك في إيطاليا يلعب دور كبير لكن الدور الألماني أيضا دوري قوي فأثبت نفسه على مدى فترات طويلة جدا سواء لما بدأ مع دورتموند في ألمانيا ثم مع بيرن ميونيخ لكن لوكاكو يعني بدايته مع تشيلسي وسن صغير مورينيو لم يعطيه الفرصة انتقالوا لإفرتون تألق وعودوا لتشيلسي ثم لمنشستر يونايتد إلى حد ما ما كان عنده استمرارية مع نادي الزخم اللي كان فيه ليفندوفسكي يعني سواء مع دورتموند أو الفترة الأطول الآن مع بيرن ميونيخ فإثبات ذاته ممكن يكون انتر هو البوابة بالنسبة له خصوصا أنه بنسمع قاعدين عن إشاعات أنه احتمال يرجع لتشيلسي لوكاكو من جهة ثانية في حكي أنه ممكن هالاند يكون هو البديل في تشيلسي لكن إذا اختار أنه يرجع لتشيلسي مرة ثالثة أشوف قرار خاطئ أو أنه يروح لمنشستر سيتي مثلا يعني إذا أشوف أنه بقاءه مع انتر بالفترة الحالية ممكن يتطور بشكل أكبر حصوصا أنه مش سنه كبير ستة وعشرين سبعة وعشرين سنة ليبندوفسكي يعني أكبر شوة ثلاثة ثلاثين ممكن فيه سنوات أمام لوكاكو أنه يثبت نفسه بشكل أكبر لكن بالوقت الحالي لا أميل أنه يكون لوكاكو هو أفضل مهاجم العالم لكن ليبندوفسكي ثم بين لوكاكو وهالاند تقريبا لوكاكو حاليا الدبابة الهجومية في فريق الإنتر بينما في صراع المراكز المؤهلة دوري أبطال أوروبا السنة القادمة في صراع محتدم بين الميلان بين اليوفي بين نابولي بين أتلانتا وشفنا الميلان هذا الأسبوع تعثر أمام سمدوريا واحد واحد بآخر الدقائق يعني سجل هدف التعادل وشفنا اليوفي البطل للتسع سنوات الماضية عم بتعثر بلقاء ديربيتورينو عادة ديربيتورينو مؤخرا يعني يحسم لصالح السيدة العجوز بالسنوات الأخيرة دائما لكن هاي المرة كانت مختلفة كابتن ياسر صحيح يعني بداية معميلا يعني كانت أول مباراة في الأسبوع مع الأسف يعني مع عودة اللاعبين لباريات الدولية يعني كنا متوقعين توهج إلى حد ما بالذات يعني ها كان مثلا غاجع من انتصار كبير لتركيا وتصدرها لمجموعتها على حساب هولندا لكن رغم هيك شفنا يعني ولكي إنه موجود في المباراة يعني إبراهيموفيتش يعني حاول يأدي لكن ما كان مؤثر كثيرا في المباراة بقية اللاعبين خيارات أتوقع يعني بيولي إلى حد ما تخونه في الفترة الأخيرة يعني الاعتماد على كاستييخ أتوقع أكثر لعب مكروح حاليا النساء مشجعين ميلا يعني اللاعب لا يؤدي بشكل جيد وليس في مستوى الميلا يعني هذا ثبت خلال الموسم الماضي والموسم هذا بشكل أكبر يثبت وبينما شفنا هاوغي لما دخلوا يعني حرك إلى حد ما جهة اليسرى وشفنا كيف صنع لنفسه الهدف يعني وسجل هدف بمهارة عالية وبذكاء أيضا أنه يعني السن خروج الحارس ثم وضعها في الزاوية الفريق المقابل سامب دوريا سامب دوريا يعني إلى الآن مثلا يعتمد على فابيو كوالي ريلا اللي عمره 38 سنة ومسجل عشر هدف وهدف فريق الأول ورغم هيك يعني سامب دوريا لا يشكل ذاك العبء أو ذاك الفريق اللي كانوا مقارعة الميلان إذا كان الميلان متوهج وفي أفضل حالاته لكن مشكلة الميلان حاليا أنه ليس في أفضل حالاته يعني سواء خروجه من دور الأوروبي مع مانشستر يونايتد بعد ما أدى أداء عظيم بالذهب في مانشستر شفنا كيف تقهقر في سانسير ورجع وهزم بهدف بوكبا وخرج من الدور الأوروبي إلى حد ما المشجعين استبشروا وأنه شوفوا كيف صار مع انتر وخرج من دور الأبطال فركز على الدور الإيطالي وتألق بالدور الإيطالي كنا متوقعين أنه هذا الشيء ممكن يحصل لكن ما حصل مع الأسف يعني سلسلة هدار الفرص ونزيف النقاط مستمرة مع الميلان المفروض إذا بدنا يعني نحكي كمشجعين لميلان أو حتى كمتابعين أنه إذا الفريق بده يستعيد ألقه المفروض يركز على المباريات القادمة كمباريات خروج من الكؤوس بشوف أنه ثلاث نقاط هامة جداً في كل مباراة لأنه باقي الخناق جداً عليه بعد ما كان مستدر البطولة ثم تراجع المركز الثاني الآن أتلا أنت فرق نقطتين فقط عنه في المركز الثالث يعني يحتاج إلى مراجعة بأسلوب اللعب أولاً اللي بتتبعه المدرب بيولي واعتماده وخياراته داخل التشكيلة بعض الأخطاء تلافيها بالذات يعني ثيو هرناندز يعني شفنا أخطاء تتكرر كل مباراة ويعني ممكن رغم أنه النجم هو وهو أحد أهم لاعبي الفريق لكن إذا تكررت الأخطاء أنت ممكن تعالج هذا الشيء من خلال يعني استبعاد اللاعب هو حتى مباراة يعني يحسوا أنه أنت ومستواك تراجع يعني إذا سمرت بهذا التراجع فيه بديل يعني والبرتغالي دالوا على الأغلب ممكن يكون بديل بالنسبة ليوفنتوس وتورينو بالدربي مثل ما حكيت وتفضلت أنه الدربي غالبا كان محسوم ليوفنتوس بس يوفنتوس يعني كان مهيمن على إيطاليا عموما وكان مع مدربين عظام بالفترة الأخيرة يعني سواء ساري أو من قبله أليغري فكان مهيمن على إيطاليا عموما والدربي من ضمن المباريات اللي كانت شبه محسومة له يعني متذكر آخر مباراة يمكن اللي انتصر فيها تورينو أو تعالى مش متذكر هدف برونو بيرز إذا متذكروا يعني هدف عظيم كان نعم انطلاق رائع حاليا مع روما يوفنتوس من قبل خروجه من دوري أبطال أوروبا بورتو هو يعاني تراجع يعني الموسم كاملا يعاني تراجع مع بيرلو رغم أنه الإدارة يعني وثقت في بيرلو وعطته يعني كافة الصلاحيات أنه هو يسلم المهمة ويبني المشروع يوفنتوس للقادم يعني مش فقط لهذا الموسم الآن نشوف صار فيه تشكيك بالرجل واحتمال أنه يغادر السيدة العجوز هلأ في كتير عفوة للمقاطعة هلأ في كتير أخبار عم تحكي أنه مباراة يوم الأربعة مع نابولي بين ديوفي ونابولي هي مباراة تحديد المصير بالنسبة لابيرلو إذا فاز فيها رح يكمل لباقي الموسم وإذا خسر احتمال يخسر وظيفته ممكن جدا خصوصا أنه بتحكي يوفنتوس ونابولي هم المتنافسين أصلا على تأهل دوري أبطال أوروبا سبع إلى ثلانتا إذا مثلا على المركز الرابع يبقى يوفنتوس ونابولي ومباراتهم مؤجلة تأجلت أكثر من مرة يعني وصار لغط عليها كثير يعني ذات من روما أعترض على التأجيل الآن هي قد تكون حاسمة لكن برضو في يعني جولات وأسابيع قادمة ممكن تفوق بيرلو إذا حصل يقنع الإدارة أنه يعني الرجل كان يحافظ على الحد الأدنى اللي هو الوصول لدوري أبطال أوروبا لكن في حال عدم وصول دوري أبطال أوروبا ما أتصور أنه بيرلو المستقبل مع اليوفي رغم كل جهود كريستيانو رونالدو مساهماته وهدافه اللي بتنقذ اليوفي قاعده حاليا في الفترة الأخيرة لكن الفليق يعاني تراجع سواء في الدفاع بنوت شكليني أحيانا هناك عدم تركيز في قلب الدفاع وحتى تشيزني يعني شفنا أمام بورتو أخطاء ومباريات الأخيرة زادت أخطاء عن بداية الموسم في تغيير كثير أحيانا في اللاعبين بالتشكيلة يعني فيه إصابة صحيح فيه غيابات لكن بيرلو ما تحس أنه تضحج الصورة له كيف يوبنتس الثابتة وإيش البداء اللي أنا بلجأ لها لكن يجرب هس كموسم أول إذا أنت وتصور أنه هذا الرجل عنده القدرة أن يقود الفريق للمرحلة القادمة ممكن تصبر عليه لكن إذا أنت ما عندك القدرة على الصبر عليه وبدك نتائج بشكل مباشر وأنت يعني أتيت أفضل لاعب في العالم في وقتك كريستيان رونالدو من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا الآن النكتة أنه أتى رونالدو من أجل الوصول لدوري أبطال أوروبا من أجل التآهل التآهل لدوري أبطال أوروبا يعني هاي مشكلة يوبنتس اللي بشوف حتى لو وصلوا لدوري أبطال أوروبا إذا ما في ثقة بالمدرب والمدرب مش حاسم خياراته ممكن تستمر حتى للموسم القادم في حال استمر بيله مبارات يوم الأربعة نابولي اللي فاز بمباراة برضو كانت مليئة بالأهداف هذا الأسبوع على كروتوني أربعة ثلاث بالتأكيد يعني والعداء المشهور بين هذور الفريقين بين اليوفي ونابولي بالتأكيد يعني رح تكون مباراة مصيرية سواء للبيان كونيري أو للبارتينو باي وكلنا رح نستنى رح نشوف إيش رح يصير بهاي المباراة اللي رح تحسم مصير يمكن بيرلو بمسيرته مع اليوفي قبل أسبوعين المدرب الإيطالي تشيزر برنديلي أعلن استقالته من تدريب نادي فيورنتينا الإيطالي سبب الاستقالة توضح نوعا ما برسالة كتبها برنديلي ونشرها على موقع الفيولا الرسمي على الويبسايت بهاي الرسالة ذكر برنديلي كلمات زي لحظات مظلمة محنة عميقة وكيف صار هو أعمى وكيف مش عم بقدر يشوف انه فيه إشي مش صح عم بيصير قدامه وعشان هيك اضطر يقدم استقالته عشان ما تأثر مسيرته وتدريبه سلبا على النادي وعلى المشجعين بالتأكيد احنا كمشجعين للعبة الجميلة للعبة كرة القدم بجوز احنا ما عنا الصورة كاملة اللي بتعرضو لها للضغوطات والمسؤوليات اللي بتعرضو لها اللاعبين والمدربين والملاك والإداريين وإلى آخره يعني من من هدولة الناس اللي داخلين بلعبة كرة القدم وبالتأكيد هذا القرار المفاجئ أظهر شجاعة وجرأة من طرفه احنا هاي يعني ما تعودنا نشوفها بحالم كرة القدم خاصة بهذا الموضوع اللي كتير ناس ما بيحبوا يناقشو على العلن وبيحبوا يكتموه يعني بداخلهم خاصة المشاكل اللي بتتعرض يعني إلهم الناس بحياتهم الشخصية كابتن ياسر انت شو كان انطباعك لما قرأت خبر استقالة براندلي اللي كان يعني مفاجئ هابق الأسبوعين الآن شجد براندلي من المدربين المحترمين في إيطاليا المدربين اللي عندهم باع ولهم تاريخ كبير ووصل انه درب منتخب إيطاليا وانجاز جيد مع المنتخب فيعني تدريب له فيورنتين الفترة الحالية وفيورنتين يمر بفترة شك خصوصا مع تراجع النتائج وبيعه المستمر لللاعبين وعدم استقراره على الأجهزة التدريبية فإلى حد ما أنا قرأتها من وجهة نظر رياضية قد يؤول بعض أنه كان فيه عنده المشاكل الشخصية هي اللي طغت لكن أنا شفتها أنه يعكس كيف طريقة التعامل الحالية مع المدربين في عالم كرة القدم أنه المدرب بالذات في إيطاليا بأي وقت ممكن إقالته حتى ممكن عودته برضه يعني ما أنه العقد يبقى مستمر شفنا المدرب أصلا فيورنتينا السابق واللي عاد لاستلال الفريق جوسيبي ياكيني جوسيبي ياكيني فيعني هاي تكررت أكثر مرة وبالذات مع بليرمو إذا تذكر يعني مع زامباريني مع الرئيس زامباريني نعم يعني كان يبدل المدربين مثل ما يبدل هذا كان يبدل المدربين مع كل وجبة باليوم بالظبخة يعني كان ويقبلوا رغم هيك فبراندي يعني النوع اللي يحبذ أنه يكون عنده مشروع خاص أنه يكون هو المتحكم بإدارة الفريق بما أنه يعني هذه مهمته أصلا كمدرب كمدير فني للفريق الكروي في النادي وهذه المعضلة أتوقع حتى في إنجلترا يعني الفترة الأخيرة صار مطروح هذا الأمر أنه التغيير المدربين هذا يجب أن يكون يعني مدروس وبدقة ولا يسمح لإدارات الأندية بتغييرهم بصورة عبثية مثل ما طلعت الأقاويل بعد قالت لامبرد مثلا أنه لم يعطى الفرصة الكافية ويجب بالذات أنه كمدرب شاب وابن النادي فيعني صار في ضجع للمدربين الإنجليز خصوصا أنه في إنجلترا يعني المدرب أو مدير الفني له صلاحيات واسعة وصعب أن يتدخل في الإدارة النادي في إيطاليا هناك تدخلات يعني هذا شيء معروف مثل ما ذكرنا مقبل أنه يعني سواء ميلا عبر بيرلسكوني أو انتر موراتي وفي الفترة الحالية قد تكون أقل لحدة التدخلات لكن يعني ممكن هذا أثر على قرار الرجل وخصوصا أنه يعني براندي اللي ابتعد إلى حد ما عن تدريب الأندية الكبيرة ورجل تعود على أنه يعني يمارس صلاحيات واسعة وأنه يخطط ويبني لمشروع فقد يكون قراره بالبداية مع اختيار فيورنتين أنه يعود من بوابته لتدريب الأندية الإيطالية كان يبني طموحات أكبر من أنه يبقى فريق في وسط الترتيب كان على الأقل أنه وصولة دوري أوروبي ربما يبني عليه أنه تزيد الميزانية الصرف الاتيان بلاعبين أكبر لكن ما أتوقع هذا الشيء استطاع أن يحققه وهزيمة الميلان يعني أتت هي القشة اللي قسمت الظهر البعير وأدت إلى تخليه عن فكرة المضي قدما في المشروع يعني إحنا شفنا بشهر 12 كان في فوز تاريخي لفيورنتينا على ملعب اليوفي 3-0 وكانوا الناس بيقولوا أنه يعني شوفوا هاي تأثير براندلي وكان براندلي يعني موجود لكن يبدو أنه يعني الأمور انحضرت من بعدها من بعد إجازة الكريسمس وبراندلي يعني ما قدرش ينهض بالفريق من أول وجديد وعلى سيرة الاختيار المدربين أو إقارة المدربين العبثية اللي أنت ذكرتها بالبرازيل قبل أسبوع في قرار رح يعملوا المجلس الشيوخي البرازيلي أو قانون رح يسنوه على سيرة أنه مسموح لكل نادي في الدورة البرازيلي فقط بإقالة واحدة للمدرب خلال الموسم هيك بحيث أنه يتجنبوا بيصير النادي له صلاحيات زي ما إحنا بنشوف بالرياضة أنه النادي بيقيل مدرب وبيقيل ثاني مدرب وثالث مدرب ورابع مدرب والأمور عبثية فبالبرازيل هلأ عم بيحاولوا يعني عشان يعني يسيطروا على هاي الشغلة عم بيحاولوا يقننوها فهي بالتأكيد شغلة بتأثر على المدرب بتأثر على اللاعب نفسيا وسيكولوجيا يعني مش سهلة أبدا صحيح يعني احترام اللاعب لمدربه يعني هذا شيء مهم جدا يعني لما يشوف أنه هذا المدرب الثابت اللي يشوفه كل يوم اللي يوجهه اللي حدد له مركز وطريقة اللاعب يعني هاي الأشياء مش هين أضافة للعلاقة الإنسانية يعني بين اللاعب والمدرب وعموم اللاعبين فيعني أنه هو الجهة الأضعف المدرب هذا شيء يعني قد يؤدي إلى تمادي بعض اللاعبين على المدربين خاصة في يعني اللاعبين بشخصيات يعني عنيفة تجاه الآخرين ممكن أنه ولا ما يقبل أي ملاحظات من المدرب وممكن بعض اللاعبين يأثروا على الإدارات أيضا يعني بنحكي لعبين كبار زي ميسي زي رونالو زي نايمار أو غيرهم يعني ممكن يعني إلى حد ما يكون لهم دور باختيار المدربين فيعني نتخيل أنه اللاعب هو اللي يقرر من هو المدرب يعني سابقا كان إقالة المدرب بسبب تراجع النتائج بسبب رغبة الإدارة في إحداث رجة نفسية عند اللاعبين عدم الرضا عن طريقة التعامل يعني في مبررات واضحة لكن حاليا نشوف أنه الإقالات إلى حد ما صارت يعني بناء على الأهواء الشخصية وبناء أحيانا على عدم وجود قرار رياضي يعني القرار لا يكون أنه والله تقييم النتائج وتقييم واقعي هل إحنا الهدف اللي كنا حاطينه في بداية الموسم أو بداية التعاقد مع هذا المدرب حققوا ولا لا حققوا جزئيا حققوا أو لم يحققوا بحيث أنه يستحق الاستبعاد والإقالة فهذا الموضوع بحاجة إلى تقنين يعني وبنشوف أنه يحطوا شيء محدد يعني بشكل واضح لكن قواعد قواعد تحكم العمل يعني بين الإدارة والمدرب واللاعب كل شيء واضح ممكن يخلق مشاكل أكبر هذا الشيء خصوصا إذا كان في مدرب خلافي يعني تسبب خلافات كثيرة بين اللاعبين وما استطاع يسيطر على الفريق في النهاية صعب أنك يعني تبقي عليه لأنه هو اللي يقود الدفة في الموسم الكروي ف يعني وجود قواعد أسس أتوقع هذا شيء طالبه في رابطة المدربين في إنجلترا وإذا تعمم على العالم يعني أشوف شيء ممكن ينهضب شكل التعاطي مع لعبة كرة القدم بين الإدارة والمدرب واللعب برانديلي نفسه إحنا شفنا بالألفين وأربعة نادي روما عينوه كمدرب للنادي لكن قبل ما يدربهم ولو حتى لنبرة واحدة قدم استقالته كانت زوجته وقتها عم بتعاني من أمراض فقدم استقالته بحكم أنه يكون متفرغ لإلها ويعني يعني عقل رعاية فبرانديلي نفسه بمسيرته التدريبية ربما وجهها برضه ظروف يعني شخصية عائلية خلته يفكر مرة ومرتين وثلاثة يعني عشان يتخذ قراراته بمسيرته التدريبية فيعني بجوز بجوز برضه في حالات يعني ظروف عائلية برضه يمكن هي خلته يتخذ قراره بالابتعاد عن فيورنتينا هذا الموسم ممكن جدا خصوصا أنه مش شايف حاله هو ما حكى أنه اعتزل تدريب كرة القدم يعني فترة توقف ممكن يراجع فيها خيارات وممكن يركز حياته الشخصية بالنهاية هو إنسان يعني له متطلبات علاقات إنسانية مع أسرته مع أصدقاؤه مع أقرباؤه فيعني ممكن هذا الخيار الشخصي يعني يكون دخل في تأثير على قراره باتخاذ القرار أنه تخلى عن تدريبه فيورنتينا وشوفنا يعني عبر تاريخ كرة القدم في مدربين يعني تركوا أنديتهم وحاتسير أركس فريكسون يعني ترك مان يونايتد فترة فترة ثم عاد يعني فممكن يرجع برانديلي وهذا ما نأمله بقوة أكثر وبآمال وطموح أكبر لأنه من أفضل المدربين المحترمين حاليا في إيطاليا واللي بمكانهم أنه يساهموا في تطور الكرة الإيطالية وليس فقط تدريب نادي يعني نحكي قاعدين عن شح في الكفاءات التدريبية وتوجه العديد من الأندية إلى مدربين شباب لأنه يعني المدربين اللي عندهم خبرات ابتعدوا أو ابعدوا أو تم يعني إقصائهم عن أي أدوار في كرة القدم الإيطالية فوجود مدرب زي تشيزاري برانديلي زي كلاود يورانييري يعني زي كارلو أنشيلوت يثري الدور الإيطالي بالتأكيد ونأمل عودة قريبة لبرانديلي بالتأكيد برانديلي لساته لساته شباب لسه عمره 63 سنة ودامه إذا حب برضه يكمل مسيرته بالتدريب بعالم كرة القدم لسه بقدر وأكيد بقدر يعمل إنجازات كبيرة وهو لاعب كان كبير وكان مدرب كبير خاصة مع فيورنتين مع فترة الأولى فنتمنى أنه نرجع نشوفه بالملاعب الإيطالية أكيد كابتن ياسر شكراً كتير لك على هذا الحديث المثري والرائع معك بخصوص السيريا والسكودتو وبرانديلي وكله بس قبل ما ننهي معك بدنا نختبر معلوماتك الكروية بالدور الإيطالي جاهز جاهز إحنا في عندنا بكويزتي كي تاكا اليوم رح نسألك خمس أسئلة وبتعلقوا بالدور الإيطالي هذا الموسم تمام تمام نبلش نبلش يرى السؤال الأول الرقم القياسي لأسرع قول تسجل بتاريخ الدور الإيطالي نعمل هذا الموسم مين سجل هذا القول يعني أتوقع تشير رؤي موبيلي زعلان منك أنا زعلان منك أنت ميلانيستا آه لا ليهو ليهو رقيل ليهو صحيح 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 بعد 6 ثماني صحيح سؤال الأول رح نعتبر رح نعتبر إجابته صحيحة لأنه هاي كانت هيك يعني زي ومضة هيك فهنية غابت عن بالك السؤال الثاني سبع مدربين إن قالوا أو تركوا مناصبهم هذا الموسم بالسيريا مين كان أول واحد جوسيبياكيني صحيح صحيح جوسيبياكيني مدرب في فرنتينا ببداية هذا الموسم وهلأ زي ما أنت حكيت رجع رجع للفيولا بعد ترك برانديلي السؤال الثالث مين هو النادي الوحيد بتاريخ الدوري الإيطالي اللي ما عمره هبط من الدرجة الأولى مع الأسف خلع له لدود صحيح السؤال الرابع تشيزر برانديلي حديثنا بموضوع الحلقة اليوم وصل لنهاية كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإيطالي سنة 2012 بس ضد مين خسروا بالنهاية طليان 2012 أمام ألمانيا لا كانت ضد إسبانيا ألمانيا وصلت للنهاية 2008 بشو أنت رح بالك على ألف إسبانيا صحيح إسبانيا كانت خسارة مذلة للطليان أربع صفر سؤال خامس والأخير مين كان أغلى تعاقد للفرأ الإيطالية بسوق الانتقالات الصيفية السنة الماضية بكتور أسيمين نابولي صحيح اللاعب نيجيري واللي تعقد معا نابولي بسبعين مليون يورو كابتن ياسر نتيجة رائعة بلكويز تيكي تاكا يعني بس إجابة واحدة خاطئة وهي بجزء يعني غابت عن بالك يعطيك العافية الله يعافيك شكرا جزيلا عن الاستضافة وتشرفت في هذا اللقاء معك وأتمنى لكو التقدم بسيط من الازدهار إن شاء الله الله خلينا ياك وإحنا تشرفنا أكتر بوجودك معنا اليوم بحلقة تيكي تاكا أي مواضيع بتحبوا نحكي عنها ونناقشها لقدام بعطولنا على الإيميل تيكي تاكا اتصوت دوت كوم أو تواصلوا معنا عبر حسابات صوت على السوشال ميديا على الإنستغرام وتويتر وفيسبوك وما تنسوا تسمعوا البرامج التانية من إنتاج صوت زي ما تريوشكا وعيب ودمتك وكثير برامج تانية رح تعجبكم كان معكم الإعداد والتقديم عبدالله البشيتي ساهمت بالإعداد بسانت سمهوت من الهندسة والإخراج الصوتي حسان مهرة ومن النشر والتواصل مرامل نبالي وبيان حبيب رح نختم حلقتنا لليوم بواحد من أجمل الأهداف اللي شفناه بنهاية هذا الأسبوع واللي تسجل عن طريق دانيالي فيردي لاعب نادي سبيتسيا بمبارات فريقه أمام نادي لاتسيو الإيطالي استمتعوا ومع السلامة اشتركوا في القناة